وفي البرنامج الحكومي أيضا ترأس النائب الأول والنائب الفني لمحافظ صلاح الدين اجتماعا موسعا لرؤساء الوحدات الإدارية وممثلين أقضية والنواحي لمناقشة عمل المولدات الأهلية وتسهيل طرق عملها النائب الأول لهاشم عزاوي سامرائي اعتبر أتماتة الإجراءات الخاصة بالتعاملات الخاصة بالمولدات الأهلية خطوة مهمة للتخلص من البيروقراطية والروتين وضمان حقوق المواطنين وعضف النائب الفني للمحافظة المهندس مفيد البلداوي قائلا أن الحكومة المحالية تسعى إلى إدخال الأنظمة الإلكترونية في كل تعاملاتها من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية على أصحاب المولدات والمواطنين والحكومات في الأقضية والنواحي ويذكر أن نظام الأتمة يعتمد إجراء التعاملات الإلكترونيا من خلال اتباع آلية العد الإلكتروني لحجم المصرفات من الطاقة الممنوحة فضلا عن إدخال نظام الدفع الإلكتروني لجميع المولدات الأهلية دون الاعتماد على المعاملات الورقية وغيرها من الميزات ترجمة نانسي قنقر